لا لازم واقفة بقى بنا ايه حكاية المصري يوم هو مالهم مغنولين او كده من نادي الاهلي ايه حكايتهم هو المصري يوم بيغامر مسؤولوه بمصدقيتهم وشكلهم الى هذه الدرجة ان كاتب الخبر او كاتبة الخبر وانت تعلمها اه اه تقول لك تلات مسؤولين كبار وحددتهم بالاسم طب هو كابت الخطيب لما يجي ياسير منصور وحسام غالي وكابت المحسن صالح ومع ترامي بالالقاب وكابت المحسن يعني هل معقولة مش هيعمل لهم اعتبار طب هل معقولة هم حيتكلموا مع الهانم اللي بتكتب ضد النادي الاهلي باستمرار واللي اتكلمنا معاه والله فيه ايه يا بنتي ليه واخد هذا الموقف تضحنا سياسة صفحة دي سياسة صفحة ده وصل للكاريكاتير لا موصل الكاريكاتير ما انا بقولك ليه الكاريكاتير ده وكان انا يريد به الاساءة الى التفاوض ولكنه دعم استمرار ملتد من جير معي الاهلي جدد لمستر مسماني مساء الثلاثة يوم الاربع شفت التقرير اللي منشور وكمان في نفس اليوم في نفس الصفحة كاريكاتير لعمر سليم رسام الكاريكاتير الزمالكا والراجل وهو حر في انتماؤه لكن بصوا بقى التريقة عندي بكرة اجازة بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء مفاوضات التجديد لمسماني كلام جميل اوه ده معنى ايه ان المسماني موجود ولا ماشي موجود موجود سنة كام هو حاطة سنة كام عشر سنين اه اتنين وثلاثين يا أستاذ عمر هون على نفسك يا أستاذ عمر الله انا مشفق عليك توقع بقى كاريكاتير الجاي عني وعنك طيب تم التجديد لعقد مستر بيتسو مسماني صحف جنوب افريقيا بقى بتتحدث لانه خدوا بالكوا حاجة بين مستر بيتسو مسماني والنادي الآلي تقدير كبير الراجل عنده شغف وفرحة وهكمان باستمراره مع النادي الآلي وده جزء من النجاح ان انت تشتغل في منظومة وفي مكان انت مقدره قوي ومبسوط به جدا وما لعنك قوي فرحة بيه ده جزء من الجو العام للنجاح زي ما الكابتن محمود الخطيب من اول ما فكر في مستر بيتسو مسماني كان عنده هذه الدرجة من الاقتناع بيه والتقدير ليه وإلا مش هيجيبه في هذا التوقيت اللي الناس كلها شافت انه ده رهان صعب بس كان هدف من اجمل الاهداف اللي سجلها الخطيب والنجاحات قالت كده يحصل توافق بين شركة الكورة وبين لجنة التخطيط وبين مجلس الادارة على استمرار المدير الفني ورغم كده يتقل لك هستو ما عرفش كان فيه انقسابات والناس بتتكلم بيوم الاربع والتجديد تم يوم التلات بس كمان الاهلي كان حريص انه مستر مسماني يسافر بلده وهو مطمئن انه مستمر وانه كل حتى بعض وسائل الاعلام في جنوب افريقيا اللي كانت ضد الراجل تلم نفسها بقى شوية وتعرف ان الراجل مكمل وسعيد في القاهرة فكانت رسالة اخرى لعلاقة مسماني مع الداخل في جنوب افريقيا ان احنا الراجل سعداء به جدا حرصين على استمراره معنا متمسكين به فده كانت بصراحة ما كانش تجديد اي حد مسماني او لعيب مر بالمراحل من التدقيق والدراسة والتفاوض الشاق ده ما كانش حيبقى موضوعي فانه حيبقى كل اخيرات فعالية ايوا طول مدة التفاوض لان في دراسة موضوعية لكل الجوانب انا عايز ارجعك تاني بس ايه للخبر وطريقة كتابته في المصر اليوم ووفقا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء رفض ذكر اسمه طب انا بقى عايز اقول لكم يلي كتبته الخبر ايه رأيكم اذا كان هذا حقيقي ان في مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه ده اشتغالكم يا ايه ما انتم اللي بتشتغلون انه ما فيش مصدر وده الاغلب يعني ده اشتغلكو وخلى شكلكو وحش قوي بقى لك ان بص بقى الاسباب المعارضة بانت ايه بقى مش عارفين مصير فريق من تجاوز مشوار دور المجموعات اه كمان ان بكاء شوف بقى وقعت بكاء حسام حسن في مباراته اثناء استبدال وامان فاركو التي فاز فيها الاحمر وهنا مربط الفرص اربع واحد كل ما الاهلي حيعمل نتيجة تبيرة كل ما حيكتبه اخبار من هذا النوع زي تصرحات الاخ المتحدث او المتحيز الرسمي اللي كشفناها في البداية ايه واللي كسب بيراميد في مفاجأة ازهدت اه اه المتربصين فيطلعوها بقى ازاي يطلعلك شعر حاجات من النوع ده تشغلك على انك تفرح اي اشتغالة بالنتيجة والتصدر اه يا رب الفوت عليهم الفرصة يوم السبت يا رب ان شاء الله شكرا